وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي حسن صحيح فإنه ضعيف قال الإمام أحمد إنه شاد إنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم قبر مضان بيوم أو يومين فإن مفهومة أنه يجوز أن يصوم قبل غمضان لثلاثة أيام وأربعة أيام وعشرات أيام وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحديث وإنما هو للتراها كما أخذ بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله إلا من له عادة يصوم فإنه يصوم ولو بعد منتصف رمضان أنا شعبان وعلى هذا فيكون الصيام ثلاث تقسام بعد النصف إلى الثامن والعشرين هذا مقروه إلا من اعتاد الصوت لكن هذا القول مبني على صحة الحديث والإمام أحمد لم يصححه على هذا فلا كرام الثاني قبل غمضان بيوم أو يومين فهذا محرم إلا من له عادة والثالث يوم الشك فهذا محرم مطلقا لا تسمى والشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولكن كما قلت يظهر أن النهي بمن أراد أن يجاله من رمضان وأما من أراد تطوع به فإنه يحرم تحديم الدرائع يعني بمعنى أنه يخشى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قصام ظنوا أنه صامح في أقنى وهذا لا يجوز أن يحتاج ثوموا لرؤيته وأفكروا لرؤيته